السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انت شايف كده لما بتبقى قاعد في العربية سامع صوت اللي انت حضرهاك سامع دلوقتي حلم. الصوت العلي ده. اه طبعا ان الصوت ده انت عندك طارت الدريكسون على قطمة. بعد القطمة في حاجة اسمها صليبة او كردان. بعد الكردان بتبقى قلب الدريكسون. اه طبعا تلات اجزاء عندك محكمين جدا ومربطين مع بعض. فعايزين نشوف طريقة ان احنا نشخص بيهم العيب. هل هو علب الدريكسون? ولا قطمة الدريكسون? ولا عمود الكردان او وصلة الكردان اللي هي ما بين القطمة وما بين آآ علب الدريكسون اللي هننزل نشوفها دلوقتي حلم. زي ما هنشوف كده اهو هدي وصلة الكردان اللي هي رابطة. عندي ايدي ديت اللي هي رابطة ما بين آآ قطمة الدريكسون فوق وعلبة الدريكسون اسفل السيارة. طبعا احنا متعودين نقول عليها وصل الكردان او بنقول عليها الطليبة زي ما انت شايد كده. هنيجي نبص عليها. زي ما انت شايف كده المتضرر قوي عندي هنا. وصلة الكردان وهي اللي بتعمل مشاكل كتيرة لانها رابطة ما بين علب الدريكسون اللي مربوطة في العجل على الارض. وما بين القطمة اللي نهايتها بتكون طارت الدريكسون. تركز معايا كده. اتلاقي ان الصليبة ديت خلاص بوشي. مشاحمة اطلع اهو. بالمناسبة العربية ديت هي الفين وتمنتاشر والعربية دي التيربو. ما زال الصوت عالي اوي بتاع القطمة هو. في الحالة ديت هبدأ بان انا اغير وصلة الكردان. لان لما باجي احمل على وصلة الكردان سنة واشغل الصوت او النكونج ده بيختفي نوعا ما. السلام عليكم ورحمة الله.